روحي وعمري وقلبي وكياني يا حبيبتي يا مصر صحيتك في أكلتك وشف مهازي فرحيتك شفنا يسعد دنيتك يملى بالخر جنتك شفنا يسعد دنيتك يملى بالخر جنتك وجبته في كل مرة تشفي دايماً صحيطة مطبخه في الرحمة جلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بمشاهدنا الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا اللي بنقدمه يومياً على قناة الرحمة الفضائية صحيتك في أكلتك حلقتنا النهاردة حلقة مميزة جداً زي ما عودناكم أطفالنا الحلوين مهتمين بيهم وهدية لهم طبعاً لأنهم خلصوا امتحاناتهم وإحنا طول السنة بنقول لهم ذكرهم إصحوا بدري وروحوا المدرسة فمكافئة قناة الرحمة الفضائية لهم أنها تعمل لهم أسبوع أكل من الأكلات اللي بيحبوها وفي نفس الوقت يقدروا يشاركونا في المطبخ يدخلوا معنا يساعدونا والأكلات السهلة اللي يقدروا يعملوها بسهولة طبعاً شارك معنا أمس في البرنامج وأسماء اللي اشتركوا معنا وشاركونا باتصالاتهم وأراهم في برنامجنا صحتك في أكلتك اللي بنقدم من خلاله سؤال عن أكلة الأكلة دي معروفة باتصالاتكم بنعرف إجابة السؤال الأكلة إيه هي ومقادرها إيه ونشارك بعض بالاتصالات عن مقادر الأكلة وطريقة عملها فكان طبعاً السؤال الأمس كان الخبز المكسيكي بيتعمل إزاي ما شاء الله كانت الإجابة جميلة جداً وفيه متابعة جيدة ومحبين للقناة كلهم اتصلوا وكانت الإجابة صح شارك معنا من الأخوات الكريمات أم سعد من السعودية وأم عبد العزيز سلمان من السعودية وأم حمد المطيري من السعودية ومطاهر أدب من السعودية والدكتورة فاطمة علوان القاهرة محبية كناة الرحمة والأخت عفاف سرحان من بير العبد العريش وإيمان السيد الجيزة وحبيبة محمد القاهرة وأمان عباس الجيزة وشيماء غنيم إسكندرية ومحمود رضا من القاهرة والأخت هاجر سيد سرحان من القاهرة والأخ عبدالله محمد اليمني من السعودية والأخ الفاضل إبراهيم علي العنزي من السعودية نقول أسماء اللي شاركونا إنبارح كمان مرة علشان اللي ما خدش باله واللي جامع تأخر الأخت المساعدة من السعودية وأم عبد العزيز سليمان من السعودية وأم محمد المطيري من السعودية وأم طاهر أدب من السعودية والدكتورة فاطمة علوان القاهرة وعفاف سرحان من بير العبد العريش وإيمان السيد الجيزة وحبيبة محمد القاهرة وأمان عباس الجيزة وشيماء غنيم إسكندرية ومحمود رضا من القاهرة والأخت هاجر سيد سرحان من القاهرة والأخ الفاضل إبراهيم علي العنزي وعبدالله محمد اليمني من السعودية طبعا بنشكرهم على التواصل والاتصال حلقتنا النهاردة حلقة خاصة عن الأطفال وهنعمل ثلاث وجبات يعني نقول وجبتنا النهاردة عبارة عن الدجاج المقرمش وهنعمل من الدجاج المقرمش طبعا بطريقة الشيف هنشوفها دي حاجة جديدة وهنعمل أن يكد بالطماطم رافيولي رافيولي بالطماطم والزعتر والحلوة بتاع أطفالنا الحلوين لأن بعد ما بيأكلهم الأطفال بيحبوا يحلهم هنعمل البانكيك أو نقول الكانينولي أو نقول الكريب هنعمله بالشوكولاتة وبالفراولة نقول مع بعض وجبتنا النهاردة علشان نشوقكم وتوعدوا قدام القناة ما تروحوش بعيد هنعمل الدجاج المقرمش مع بعض دجاج مقرمش وهنعمل نيوكت بطاطا أو نيوكت بالطريقة الإيطالي اللي هو الرافيولي وهنعمل البانكيك بالشوكولاتة والفراولة طبعا أنا وعدتكم في كل برنامج الأطفال إن كان عندنا أربع حاجات اللي هي طبعا إزاي نتلاشاها وننصح أطفالنا بأنهم يبتعدوا عنها كان معنا إمبارح حاجة بنتكلم طبعا عن أنهم يبعدوا عن السكريات والمواد الحافظة والكياس اللي موجود فيها بعض المكسرات والحاجات دي فإحنا كل يوم بنتكلم عن واحد من الأربعة في خلال الأربعة تياب النهاردة بنتكلم عن الحلويات المعلبة والسكاكر والملبس طبعا السوبر ماركت والسوق بالروح العي اللي ياخد مصرفه بالمدرسة يشتري كيس فيه إيه جوه ما إحناش عارفين فيه حاجة كده مقرمشة فيه حاجة زي الفشار مش عايزين نقول أسماء طبعا يعني هبنتكلم على حاجات موجودة وبأسعار رخيصة الطفل بيجري بسرعة يشتري الحاجات دي أطفالنا الحلوين لما طبعا بيعتادوا على شيء بيعتادوا على المزاق بتاعه يعني الطفل لو أكل سكر يبقى كل يوم عايز معلاءة سكر في بقى لو أكل شوكولاتة وخد مزاقها كل يوم عايز معلاءة شوكولاتة إحنا ننصح أطفالنا بإيه بننصحهم طبعا أن الإدمان ده عن تناول بعض الحاجات دي بيسبب لنا مشاكل صحية للأطفال وخاصة في حالة نموهم رقم واحد تسور سل الأسنان في سن مبكر بنلاقي الطفل عنده عشر سنين ولا ثمان سنين واسنانه من هنا سودة والدروس مهرية ولونها اسود إيه جالوا تسوس في الأسنان وفي اللسة فطبعا من السكريات يأكل وينام بيها ويصحى بيها فطبعا وجود السكريات في بقى طول الليل ده بتسبب تسوس للأسنان رقم اتنين زيادة الوزن وده بيسبب مشكلة البدانة عند الطفل زيادة الوزن الطفل تلاقي سنه صغير مش بيناسب وزنه خالص فدي مشكلة ليه بيأكل سكريات كتيرة وما فيش طاقة بيحرقها وبينام ويحاسس بخمول طبعا وكسل فمن ضمن الحاجات الحاجات كمان المواد الملونة والحافظة اللي موجودة في الكياس اللي أنا بقول عليها للمنتجات المضرة للجسم بتعمل ايه بتفتكر الألياف ما فيهاش ألياف الطفل ده من بيكون عنده أمساك وبتفتقد الأملاح المعدنية والفيتامينات بتفتقد الألياف والأملاح المعدنية والفيتامينات المفروض طبعا بنستبدل بديها شيف انت بتنصحنا طب نستبدلها بايه نستبدلها بالفواكه الطازة الفرش ناكل نعود أطفالنا ما احنا قلنا الطفل حسب ما بتعوده لو صح الصبح لبابا ومامته بيأكله تفاح بيأكله عنب بيأكله موز هيصحى برضو الصبح هو يأكل موز وتفاح وعنب لو احنا عدنا على الصفرة شربنا أي مشروب غازي هو نفس المشروبات الغازية هو برضو هيقض على الصفرة يشرب مشروبات غازية يعني في كلتا الحالتين حسب ما بنعود طفلنا هو بيعتاد على هذه التعود على هذا الموضوع طبعا لو اضطر الطفل طبعا انه يأكل حاجات من الحاجات دي لو مرة واحدة في الاسبوع مفيش مشكلة يعني احنا بنقول طفل وبيغلط وإحنا كلنا وإحنا أطفال بنعمل حاجات بنكونوا غير رضينا عنها لما بنكبر فمفيش مشكلة مرة في الاسبوع لو اشترى كيس في شار كيس بتاع ولكن مش عايزينه يتعود عليها وتبقى عادة سيئة انه هو يتعود عليها تجو بعد مطبخنا النهاردة تعالوا نشوف هنعمل ايه النهاردة لأطفالنا الحلوين علشان نعودهم ان هم يكلوا من ايد امهاتهم ويستخلوا المطبخ يساعدوا امهاتهم في ايام الاجهزة طبعا وخلصنا دراسة خلاص بدل ما بنقضها لعبة برة وجارية في الشارع تعالوا نخشوا المطبخ نساعد ممتنا ونشوفها هي هتعمل لنا ايه النهاردة نقوم لما نجبر نبو شطار وعارفين احنا بناكل ايه هنعمل دلوقتي الدجاج المقرمش بالدرة اللي هي حبيبات الدرة مش عايز اقول اسمها طبعا هو اسم مشهور في السوق يعني ركايق الدرة الصفرة يعني البعض يقول على كورنفليكس الكورنفليكس مش محتاج دعاية بنجيبه ونجرشه جامد وبنعمل به الاصابع الدجاج بتبقى جميلة جدا فينا نعملها سبايس او نعملها بردة وبنعمل اليوكر الاطالي بسلسة الطماطم والزعتر وبنعمل البانكون سؤال حلقتنا النهاردة للسادة المشاهدين عشان يشاركوا معنا سؤال سهل جدا ونحن عملنا قبل كده البستيلة البستيلة دي عا Rosennaioعرفها من المطبخ ايه هل هو المطبخ المصري ولا المطبخ الاطالي البستيلة هل هي من المطبخ المصري ولا الايطالي ولا المغربي وعايزين نعرف ايه هي البستيلة طبعا انت هتشاركونا باتصالاتكم وباراكم ونعرف ايه هي البستيلة وبتتعامل ازاي وهي عجينة البستيلة ده اللي انا عايز اعرفه من السادة المشاهدين باتصالاتكم واراكم في خلال برنامجنا اللي بنقدمه من خلال شاشة قناة الرحمة الفضعية تعالوا نشوفوا هنعمل البانك كيك ازاي طيب اذا انا عندي ثلاث اكلات يشيف في المطبخ ابدأ بايه عشان اقسم الوقتي بتاعي في المطبخ ميجوش الاولاد او يجي الضيوف بتوعي لو اني لسه ما عملتش حاجة عملت حاجة وحاجات نقصة فنشوف الحاجة اللي بتاخد وقت كتير ابدأ بيها والحاجات اللي بتاخد وقت قليل اخليها في الاخر هتطلع معي او انا شغال بالتأكيد طبعا البانك كيك البانك كيك انا هعمله دلوقت نشوف مقادره على الشاشة للسادة المشاهدين وانا شغال في البانك كيك كده واحدة واحدة هنعمل الدجاج وهنعمل ان يكد بالسلسة الطماطم مقادر البانك كيك كوبين من الديه حبيتين من البيض ياريت المقادر تطلع على الشاشة كوبين من الديه حبيتين من البيض ربع كوب من الزيت كوب من الحليب رشة ملح رشة سكر قليل جدا من البكن بودر اذا حبينا نضيف يعني عشان العجينة تبهشة معنا وفي الطاصة هنعمل كم واحدة من عجينة البانك كيك يبقى رشة سكر رشة ملح بشرة البرتقان او عصير البرتقان هنحط الاتنين عشان تدي ناكهة جميلة وحبيتين بيض وكوبين من الديه وربع كوب من الزيت المقادر موجودة ايه تنشوفها نعملها مع بعض ازاي باجيب المضرب ادي الديه كوبين من الديه بكسر البطين وتعلمنا نكسر البيض ازاي يا شيف شيف علمنا لما يكسر البيض يكسر كل واحدة على حدة عارفين ليه؟ علشان لو البيضة فيها مشكلة تبان قدامنا ادي واحدة نسمي بسم الله الرحمن الرحيم دايما لما نكسر البيض زي كده نسمي بسم الله ادي واحدة عند التانية بسم الله ما شاء الله زي الفل معنا اتصال معنا الاختة عايشة من السعودية سلام عليكم عليكم السلام كيف حالك الحمد لله يا اختي يا شخ بارك الحمد لله فضلي من الله سبحانه وتعالى الله يعافيك أبغى عشاء لامس أنا سويت الخبز الفرنسي نعم بس الخبز الفرنسي الخبز الفرنسي مالو حضرتك وات التليفزيون بعد اذنك عشان اسمع بس يلا اتفضلي معك الخبز الفرنسي اه طلع يابس مرة يعني ما اقدر اصلح ونسندويش حاضر الخبز السامولي اه لا لا الخبز تورتلة اي التورتية التورتية سويت هامس اه لكنها طلقت يابسة مرة طلعت يابسة يابس نشفة مرة مرة نشفة حضرتك هتطلها سمنة ولا زيت اي حطلها اه وكوبين دقيقة ضية وكوب دقيقة ضرة أصفر كويس كوبين من الديه الأبيض وكوب من الديه الأصفر اي اللي هو دي الضرة اي اه طلعت نشفة مرة معقولة والله العظيم انا ازيزة كاملنا في سكوية استعزلك تكتبي المأدير اكتبي المأدير معايا عجينة بعد البرنامج اه بعد ما اتكر استمع عشان اكتب طيب حاضر شوفي يا شير اشكرك يا أخت الكريمة نعم البستيلة الترتية حاضر انا عمل لك المأدير دلوقتي يا أخت الكريمة الله يسعدك حاضر مع السلامة الله يسلمك مع السلامة انا بضيف الحليبة هوت مأدير الترتية لأخت الكريمة يا عائشة كوب من الديه الأصفر وكوب من الديه الأبيض الديه الأصفر اللي هو ديه الدرة والديه الأبيض اللي هو ديه الأمح بنخلطهم مع بعض مع أربع معالق من السمنة أو معالقتين أو نص كوب من الزيت الزيتون مع رشة ملح صغيرة مع كوب من الماء الدافئ بقلب المقادير دي كلها مع بعضيها بيبقى عندها عجينة حلوة كده مسكة أعرف إن العجينة مظبوطة إزاي ولا مش مظبوطة لما هي تسيب من إيدي ولاياها نشفة في إيدي كده أقدر إن أنا أقطحها بعد كده بقطحها كور صغيرة كده على قد الخبزاية وبحطهم في صنية واغطيها بحاجة طريقة يعني باجيب شاشة أو فوطة من بتاعة المطبخ تكون نضيفة طبعا وبغطيها وأخليها على جنب المدة عشر دقايي تقريبا وبعد كده باجيب طاصة وأوطي النار خالص عليها زي ما هعمل دلوقتي عجينة الكريب بالزبط وأوطي النار وبعد كده أبدأ إن أنا أغبز العجين أفرد العجينة خالص زي ما أكون بأفرد أي عجين وأخلي طبعا سماكة الفردة بتاعة الخبزاية واحد وبعد كده بتطاصة إذا هي بالشكل الموجود ده عندي بتينها زيت كده خفيف وأعمل العجينة بتطلع معايا بالسهولة وإن شاء الله وعدكم هعملها كمان مرة واثنين وثلاثة لغاية لما تتعلموها زي عشان إيه ما نوقفش في طبور العيش معنا الأختي إيمان من الجيزة سلام عليكم وعليكم السلام وحضر وكاته إزايك يا شيف أحب؟ يا أعلا وسلام يا أختي الكريم كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين كيف حضرتك يا شيف؟ الفضالي معاك هي البستيلة أصلها أصلا مغربي 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 والمقصود بيها الجلاش الجلاش أيوة طيب أي رأيك في مطبخ الأطفال النهاردة؟ طبعا الإجابة هنعرفها في آخر الحلقة يا أختي الكريم ماشي متشكرة أوي يا شيف الله يسطرها معاك قولي لي أي رأيك في أكل الأطفال النهاردة؟ لا ممتاز بجد بصراحة يسلم إيدك الله يسلمك يا أختي إن شاء الله بإذن الله بألف أنا وشيف أشكرك يا أختي الكريم في آخر الحلقة هتعرف البستيلة يا هي إن شاء الله شايفين دلوقتي أنا حريص على أن القوام بتاع البانكيك بزبطه بالشكل ده طبعا أنا حطيت كوب حليب وعندي كوب ماء دافي بأخذ منه شوية كده لغاية لما العجينة عندي تبق لها قوام معين وأنا علمتكم قبل كده قوام البانكيك واللكانونولي أعرفه إزاي بجيب المغرفة أهيت اللي أنا هعمل بها وأرفع بها كده لغاية لما لقي القوام بتاعي خيط ما يتقطع عشي شايفين بالشكل الجميل ده قاوت معنا الطفلة الجميلة شاهد معنا شاهدي من الجيزة إزايك يا شاهد الحمد لله عامل يا شاهد الحمد لله رب العالمين أنا بحب أكلتك قوي الله يبارك لك يا شاهد أيام سأجرب على السؤال على أول حلت في الامتحانات كويس أنت في سنة كام؟ أنا في سنة ثالثة كويس خلصت امتحانات النتيجة ظهرت ولا لسه؟ لسه إن شاء الله هتنجحي بإذن الله وتكون من المتفوقين أوليلي بقى السؤال أوليلي بقى السؤال؟ المابضة إيطالي أه إيطالي؟ أه البستيلة إيطالي؟ أه براها علي أه أه طيب ماشي أوليلي إيه ركف أكل الأطفال؟ يميل جداً هو فيه أسبوع أطفال تاني؟ أه فيه أه الأسبوع كله أسبوع أطفال بنعمل أكلات خاصة للأطفال أنتوا تحبوها يعني عشان من راحش نشتري الأكلات جاهزة من السوق ومن السوبر ماركت أنا بحب قوي أكلاتك جداً ربنا يكرمك يا شاهد ووفاك يا رب وتنجحك تطلع الأولى على المدرسة وأنا بقى مع ماما في المربخ وبساعدها ربنا يكرمك يا شاهد ميش أشكرك يا أختك كريمة كويس إن الأطفال بيتابعوا أنا طبعاً ده هدية من قناة الرحمة أسبوع الأطفال ده عشان خلصوا امتحانات ونجحوا شايفين العجينة أنا عملتها إزاي وعدت السلة دي ده أول حاجة أنا عملتها أهيت هنشوف السائل ده شايفين الجمال ده هو ده اللي أنا بتكلم عليه أهوت كده أهوت بخليها على جنب المدية خمس ده تريح بس شوية كده المزيج ده يختلط مع بعضه يبقى ممزوج مع بعضه أخليها أهيت والمضرب برضه في نفس الموضوع كده بخليها على جنب على النار ما بتسخن عندي عندي هنا طاصة زي دي كده هعمل فيها عجينة الكريب اللي عملها دلوقت وعندي واحدة صغيرة للأطفال الحلوين والصغيرين فيهم يعملوا فيها ويتعلموا بيها حتى مرسوموا عليها طفل صغير أيضا بنجيبها دي بالفرشة كده وبيمسحها بشوية زيت في الأرضية بتاعيتها ونشوفها نعمل مع بعض إزاي عجينة الكريب نولع النار معنا اتصال من السويس هم مسلمة شعب السويس الشقيق الاخت المسلم طيب نشوف كده نولع النار شوية طبعا هنا لازم النار تكون ضعيفة جدا ما تكونش عالية كده كويس هوت وهنا طبعا أنا في حل على النار تانية هنا للرافيولي اللي أنا هتبخه دلوقت هعلي النار عليه كده النار جاهزة عندي لكل حاجة طيب نجيب دي كده علشان تشوفوا إحنا هنعمل إيه مع بعض هنا ونولع ديت طيب إحنا مع بعض دلوقتي بيسخنوا اتصالات اللي هنعمل فيها عجينة الكريب تعالوا بقى نشتغل في الطبق التاني عرفتوا ليه أنا بدأت بدا علشان وأنا شغال هطلع واحدة ورا واحدة كده وتيبقى جميلة لأنه مطلوب مننا عدد كبير علشان أطفالنا الحلوين بيحبوا الحلو ده تعالوا نعمل حاجة مهمة جدا بقى نعمل الأصابع الدجاج المرمشة هنجيب طبق جميل بالشكل ده كده ونيجي على صدور الدجاج هنقطعها صوابع أهيت صدور الدجاج فيه حاجة مهمة عايز أعرفها للسادة المشاهدين لما أروح أجيب الدجاج الصدور ده من عند الراجل الفرارجي أو السوبر ماركت أو الجزار الناس اللي بتبيع يعني صدور الدجاج إزاي عرفوا طازة مش اللي مش طازة اللي فريش يعني لازم يكون صدر الدجاجة أحمر بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده شايفين الجمال ده عارفين ليه يا شباب علشان نعرف إنه هو طازة مينفعش نجيب اللون الأبيض اللون الأبيض معناته إن الدم هربان منه ومش حلو طبعا فمهم جدا إنه يكون صدر الدجاجة أحمر بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده هوت بقطع كده صدور الدجاج هقطعها سوابع إيه رأيكم كده طبعا بقطع الكمية دي عشان تكف أطفالنا كده هتبل صدور الدجاج دي بإيه ياريت المقادير تطلع على الشاشة للسادة المشاهدين الدجاج المارمش برقائق الدراء الدجاج المارمش برقائق الدراء صدور الدجاج بقطعها أصابع كلها يقض بعضيها مهم جدا إنه أنا أقطع الشكل كله إزاي بعضه عشان ما فيش واحدة تستوي قبل التانية أو واحدة تتحرق في الزيت والتانية لسه مستوتش فلازم طبعا التقطيع هنا تكون بشكل متناسق وقد بعض المقادير أربح صدور من الدجاج أو حسب الكمية اللي أنا عايزها يعني توم ليمون عصير الليمون يعني كده كويس قطعت صدور الدجاج بجيب بعد كده التوم المقادير موجودة على الشاشة للسادة المشاهدين لسناية توم صدور دجاج ليمون ملح كاري معلاتين دقيق واحد بيضة كويس زيت للقال أو سامنة ولكن أنا بفضل الزيت طبعا اللي بست جوانت هنا عارفين ليه عشان موضوع محتاج هنا لإيه إن أنا أقلب بيدي عشان الخليط يتقلب كويس نحط التوم كده التوم أهوت شوية ملح شوية كمون كاري الكاري فين أهوت والملح معنا التصال من الأردن لأخت أم يوسف لأخت أم يوسف سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضلي يا أختي إزاك يا سيح الحمد لله رب العالمين تسلم عدك يا سفة على شهر الله يسلمك يا أختي الله يسلمك أهلا مصريين يعني هنا في الأردن وبنسمعك على طول مصريين في الأردن أهلا وسهلا تفضلي معاك عايزين نعرف الجذب الجلاش لو سمحت تعرف يا الجذب الجلاش 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 حلوة ولا أكل ده أكل حاضر نعمل الجلاش باللحمة مظبوط طيب والكتاب بتاع حضرتك لو سمحت الكتاب أوعدك والله في المطبعة بإذن الله تعالى إن شاء الله يعني أيام معدودة هي بس مشاكل في الطبعة ومشاكل في المشاكل اللي احنا بعيدة عننا خالص يعني فإمالة ومطبعة وحاجات زي كده فإحنا جينا في وقت غير مناسب إن إحنا اتفقنا مع المطبعة وإن شاء الله في أيام معدودة طالع طريق للنور إن شاء الله أوعدكم إن شاء الله إن شاء الله لك أي مشاركة على الأكلات بتاعت الأطفال الجميلة تسلم أيدك والله الله يسلمك يا نحن جاعدين بنكتب ورات يعني آه لازم نكتب المأدير دي كلها ونجيب كراسة كده ولا كشكول نكتب عليه قناة الرحمة حصريا صحتك في أكلتك والشيف أحمد المغازي الله يبارك لك يا أخت الكريمة الله يبارك لك سلام عليكم معنا لأخت زينة من القايرة سلام عليكم عليكم سلام لأخت زينة تفضلي يا أخت الكريمة لو سمعت يا شيف أنا كنت عايزة أجواب على السؤال وأشهر حليك سؤال تفضلي معاك هو البستيلة عبارة عن جلاش وهي مغربي آه عايت عملتها بالسكر يعني السكرة وملاحة من المطبخ المغربي آه آه ومكنت عايزة ترحيك على الكفتة اللي حريك عملتها مبارح لأن أنا نحقيتها في آخرها فكنت عايزة عايزة تقولي تاني كفتة آه ده أنت عايزة بقى طريقة عمل الكفتة بتاعت مبارح يعني أنا يعني لمحت المقادير في الآخر بس ملحيتش أكتبها آه طيب حاضر نفس الحاجات اللي أنا بعملها دي المقادير اللي كانت موجودة على الشاشة ادي نعم يا أخت الكريمة معاك يا أنا آه خلاص حاضر سلام أقول لحضرتك دلوقت طريقة عمل الكفتة وإحنا بنعمل إيه النهاردة يا أختي الكريمة حيجو تعمل الانتراف المقرمشة للأصفال آه عملت الكريب بالشكولاتة آه فلفل اسود زعتر زي ما شفنا مع بعض آه وبحط دلوقت عصير الليمون آه بالضبط علشان الزفارة بتاعت الدجاج بالضبط شوفت كده إزاي؟ جاوبني بس يا سيف الله يخليك على الكفتة نعم جاوبني على الكفتة حاضر على الكفتة أو اللي حضرتك على دلوقت حالي شكرا يا شيف أشكرك يا أخت الكريمة بس طبعا أشكرك يا أخت طبعا السادة المشاهدين هازل نزم يسألوا دلوقت يقول الشيف حط دي ليه؟ فلازم أنا عاودتكم دايما نقول الشيف حط إيه على إيه علشان إيه؟ مهم جدا نعرف دي ما نعملش الحاجة كده بالفطرة يعني ما حبش أنا الموضوع ده يعني أحب ست البيت لما توقف في المطبخ الشيف حط بيض ودي ليه؟ آه حط كريمة ليه؟ طب ما فيش كريمة قال لنا حطه زبادي ليه يا شيف؟ آه بصوا بقى أنا حطت دي مع الكريمة والبيض اللي التلاتة مع بعض دولت هيلعبوا دور مهم جدا ما فيه حاجة كده بتلعب دور البطولة مع الأكلة يعني إيه دور البطولة مع الأكلة؟ يعني بتكون هي سر نجاح الأكلة إذا أنا بحط كريمة مع دقيق أو زبادي علشان لما أقلي الدجاج دلوقت أصابع ما أرمش هقليها برقائق الخبز اللي موجودة عندي الدجاج بعد ما يتقلي في الزيت يبقى طري ما كلش دجاج متحمص أو أسيبه خمس دقايق أليه متحمص ادي إيه مع الكريمة أو مع الزبادي والبيض هيخلي الدجاجة من جوة طرية وأكلها كده تقطم زي الفوس دو غير إيه هيبى الغلاف بتاعها متحمص اللي هو برقائق الخبز والدجاجة من جوة هتبقى طرية إما لو ما استخدمتش الكريمة ولا الزبادي فبالتأكيد لما حمر في الزيت وطلع الدجاج ده بعد ديها بالزبط هلاقي الدجاج ده عمل إيه؟ هلاقي الدجاج ده نشف وأرمش وأكله هلاقي طبعا نشف جدا يعني شايفين أنا دلوقت عملت الخليط أهوت عشان كده لبست الجوانت ده الموضوع محتاج إن أنا أقلبه بإيدي كويس كده الأخت الكريمة تصلت من شوية عايزة طريقة عمل الكفتة اللي إحنا عملناها أمس طبعا أولا لازم نتابع وإذا إحنا فاتتنا حلقة ولا حاجة نخش على موقع قناة الرحمة الفضائية هنشوف إن الحلقات كلها مرفوعة على القناة بتاعتنا في الموقع بجنة المرأة وياريت الموقع يطلع للسادة المشاهدين على الشاشة علشان اللي تفوته حلقة يقدر أن يبشرها ويشوفها تاني وعلى فكرة البرنامج بيتزع تاني الساعة 7 الصبح ولكن أنا هنقوله طبعا للأخت الكريمة دلوقت مع أنا الأخت أم حازم من القاهرة سلام عليكم اتصال الأخت حازم أم حازم من القاهرة أزاك يا شف أحمد الحمد لله رب العالمين أزاك يا أخت الكريمة تسلم إيديك الله يسلمك يا أختي ما قلتش اسم النهاردة يعني وأنا مجاوبة صح معقولة جيتاني مرة تعملها معايا يا شف أحمد لا مش مقصودة والله حضرتك يبقى الكنترول لسا يكتب اسم حضرتك أكيد لأ وبيقول لنا كتبت اسمك يعني كمان طب أنا أوعدك إن شاء الله أقوله بكرة مرتين أنا آسف جدا بقول لحضرتك اتفضلي اتفضلي معاك أولا هي أكلة مغربي آه وبتتعمل بالجلاش آه وبعدين بنعملها منها ثلاث أنواع يعني ممكن نعملها باللحمة المفرومة آه وممكن بالفراخ وممكن بالجنباري آه يعني على حسب ما احنا عايزين حسب ما احنا عايزين هي أما بالجلاش هي أصلا جلاش آه كويس ويه بنحشيها بقى زي ما احنا عايزين آه طيب تابع معايا بقى نشوف الإجابة في آخر الحلقة إيه هي أنا بقى عمل دلوقتي عجلت الكريب للأطفال إيه ريك في أكل الأطفال ستكول ماشي أشكرك يا أخت الكريمة أنا دلوقتي طبعا في المقادير بتاعة الكريب عصير البرطوان وبشر البرطوان آه دي البرطوان أنا جبتها هيت فكرة إن أنا أعصر شوية برطوان كده ياريت الشاشة تجيبها بدي نكهة جميلة جدا لعجنت الكريب اللي موجودة اللي أنا أعملها هيت عصرت برطوانا زي ما شفناها مع بعض هيت برطوان فرش ودفلوش مية ولاية حاجة بس شوية برطوان أنا أعمل حسابي طبعا إن أنا أضيف إيه؟ شوية برطوان آه كده ده خلاص وفينا إن إحنا نبشر كمان بشرة برطوانا هنا كده بالمبشرة الصغيرة الجميلة دي كده كل دية نكهات جميلة بتدي نكهة حلوة للعجنت الكراب اللي أولا تيأكلوها وطبعا إحنا عارفين أن البرطوانا غاني بفيتامين سي أهوت معلقة أكلو صغيرة تقريبا في حاجة مهمة جدا لازم البرطوانا هنا تكون مخسولة أنا أبشر الإشرة بتاعتها فلازم أتأكد إن البرطوانا بتاعتي مخسولة كويس فهنا لازم البرطوانا تتغسل كويس عشان هاخد الإشرة بتاعتها بالشكل الجميل ده كده أقلب بقى الخليط ده كده عشان دلوقتي أنا أشتغل بيه في النار أهوت شايفين الشكل الجميل ده كده العجنة دي جميلة قوي طب يا شيف أنا عملت عشرين تلاتين واحدة عملت عشرة بقيت العجنة دي هل معقولة بعد ما تعبت عليها كده اللي يفضل أرميه لا قوي تغطيها ببلاستيك وتشيلها في التلاجة تقعد معاك يومين تلاتة كل ما تطلعيها تقلي بها كده بزي أنا بعمل وتعمليها للأولاد حلو عايز أقول بقى فينا نعمل عجنة الكريب دي بالموز نعملها بالتفاح نعملها بالفراولة نعملها بالشوكولاتة زي ما أولادنا بيحبهم إحنا هنعملهم نعملها بالفواكه المشكلة بنجيب الفواكه نطبخها بالقرفة وبعدين نحشيها ناكلها سادة خالص نعملها بالإشطة حسب ما إحنا عايزين أهم حاجة أن أنا أعمل العجنة اللي أنا تعبت عليها دي تشغل فيها من الصبح حقيقة وميادرها زي ما قولنا كوبين من الدي كوب من الحليب عصير برتقان بشر البرتقان حبيتين من البيض لكل كوب دي حبيت بيت وطبعاً بزود شوية مية دافين كده لغاية لما العجنة تطلع معي إذا ما أنا عايز رشة سكر رشة ملح كده جاهز أنا أبدأ أن أنا أعمل إيه أشي أشتغل في العجنة الكريب طبعاً أنا أشتغل في العجنة الكريب دلوقتي أسلة كده وأنا إيه معاكم أهوات طاصة موجودة هيت وبجيب الخليط أهوات شايفين عايزو أنا بالشكل ده شايفين البرتقان خلى لونه جميل إزاي باجف الطاصة السخنة كده وباخد واحدة هيت بنزل بها كده هيت وحطها على النار تسبح ربنا كده هيت نقول بسم الله الرحمن الرحيم أهم حاجة علشان ربنا يبارك هيت شايفين الطاصة الصغيرة دي بتاعت مين بتاعت طفلنا الجميل الصغير اللي ممكن يقف في المطبخ يعمل هيت معنا اتصال من أسوان الأخت إعلاء شايفين الطاصة هيت بحطها كده أهلاً وسهلاً إزايك يا أخت إعلاء بارك الله فيك الله يبارك لك يا أختي الله يبارك لك والله الأكل اللي عملت عن بارح بتاعت الكفتة أهلاً أنا عاوزاك بس تعمل لي ما الشكلامة ده من المطبخ المغربي أنت قلتي أهلاً أهلاً الجلال أهلاً لا أنا عاوزاك تعمل لي الشكلامة الشكلامة أهلاً أيوة حاضر أبحث عنها الشكلامة ديت الشكلامة اللي هي القرس المدورة ديت أه دي مشهورة عندكم في أسوان ما أقليش عليها الحاجة عب كريم دي طيب هنسأل ونشوف نعمل الشكلامة حاضر شوف احنا دلوقتي هنعمل ايه أصابع الدجاج المارمشة شايفين الدجاج محتوط في الخلطة اللي أنا عملتها الجميلة أهيت بنزل فيها كده فين معنا اتصال الأخت المواليد من الكاهرة سلام عليكم سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك الحمد لله رب العالمين بقول لحضرتك جاوب بعد سؤال اتفضلي يا أختك كريمة معاك البستيلة المقصود دي على الجلاش وهي أكلة مغربية آه فعايز أسأل لحضرتك سؤال بعد إذن اتفضلي معاك حضرتك انباري عملت المقارونة بسوز البستو صلصة البستو صلصة البستو صلصة البستو تقولي آه موجودة عند أنا هي بصي موجودة هي شيلة في التلاجة مبارح؟ نعم مش حضرتك عملت المقارونة بسوز البستو آه مبارح حضرتك حطيتلي سوز طماطم بعد سوز البستو حطيت آه سوز طماطم عشان الأطفال يحبوا الطماطم غنية بالحديد آه يعني أنا عملت صلصة البستو صلوة ممكن إن هي تتاكل بسوز البستو آه ده جميلة الطلينة يحبوها كده آه بس هل ستلبستو بس اللي موجودة عندها هي آه شوفي دي ديت جميلة جدا في المطبخ الإيطالي وعلى فكرة لما بتتبع بره سعرها غالي جدا الشيف عملها لكم عملها لكم بسوطة آه أنا عملتها بلي كده وقتلتها بلي كده كالجميلة الحقيقة بس ما حطيتش عليها طماطم بقى أنا عارف آه من غير آه بس لو مش هتحط طماطم يا أختك كريمة حط معلاتين كريمة لباني آه تبقى جميلة وجميلة وجميلة آه أيوة مية تسلم إيدك يا شيف ماشا الله يسلمك يا أختك الله يبارك لك يا أختك كريمة ربنا يبارك فيك شيف إحنا بنعمل دلوقت الدجاج المأرمش بركائق الدرة وبنعمل آه النيوكد الطالياني اللي هو الرافيولي هعمله بطريقة جديدة دلوقت نشوفه مع بعض وبنعمل البانك كيك بالشوكولاتة وبالفراولة تابع معي يا أختك كريمة أنا دلوقت كهوت بعمل الدجاج ها هوت زي ما يكون بعمله في البقسمات بالزبط شايفين ها هوت وأعمل كده الكمية بصبع كده ها هوت لازم أخلي طبعا اللي هو الرقائق الدورة ديت تغلي في الدجاج كده بالشكل ده ها هوت شايفين وأضغط عليها جامد كده ها هوت شوية عضلات وأجيب طبق أحطها فيه علشان نحطها جوة التلاجة نجيب صنية ها هوت اللي نعمله نحطه هنا عشان نحطه في التلاجة طبعا أنا شغال وأعيني على إيه عيني على الكننولي اللي أنا بعمله ها هوت شايفين ها هوت بالشكل ده اللي أعمله طبعا أطلعه جنبنا هنا في طبق طبعا وأنا وقف كده بالسلة بعمل كذا حاجة في وقت واحد دي كمان ها هي الطلعة بتاعة العمور الصغير ها هيت شايفين الجمال ده ها هيت نعمل شوية كمان وأنا وقف بالسلة أنا عملت أول مرة الزيت بسيط جدا زيت خالص ها هوت ها هوت حاجة بسيطة خالص ها هيت باجي كده شايفين الجمال ده إيه رأيكم عن نار هنا كده الطاقة التانية الصغيرة واحدة كمان ها هيت بس دي بطبقها صغيرة شوية علشان الطاقة صغيرة شوية شايفين كده هي أول واحدة بتطلع بلاقي كله بعد كده طلع معانا بسهولة ها هيت بوزع كده هتأكد طبعا إن أنا أوزع المئدار بالتساوي علشان ما تبقاش واحدة صغيرة واحدة إيه أصد ما تبقاش العجينة فيها حتة خينة وحتة رفيعة تبقى بالشكل الجميل اللي إحنا شايفينه ده كده الأحمر الجميل ده أنا دلوقت هاعمل الدجاج زي ما إحنا شايفين مع بعض ها هوت كده ها هوت وفي نفس الوقت عيني على التاصل لعنار اللي أنا بعمل فيها عجينة الكريب طبعا الدجاج ده جميل قوي فينا نقدم معاه باقي ياشيف نقدم معاه كاتشاب المستردة سوس مايونيز صلصة الترتار الترتر سوس اللي هو مايونيز وخيار مخلل نقدم معاه تومية عارفين التومية؟ التومية مايونيز وتوم أو بطاطس مهروسة نقدم معاه بطاطس بوريه حسب الأطفال ما بيحبوا الطبق مكارونا طبق رافيولي زي اللي هعملوا دلوقتي كده معانا الأخت عايشة من السعودية سلام عليكم عليكم السلام اتفضالي يا أختي ممكن أجاوك اتفضالي تحت أمرك البستيلة هي عادينا في الجلاج ها ومغربية مغربية من المطبخ المغربي ليه ها يبقى ممكن فيك سؤالي كيف تحت أمرك آآ دقيقة الدورة هذا هو نفس الدورة عن لي الأصفر لحبيبات آآ آآ دي ايه الدورة ده دي ايه دورة أصفر ايه لاني رحط للطاحون جال فيه دورة هتطحنه ذاك تطحنه يعني؟ ايه آآ ممكن بس لازم يكون ناعم يا أختي الكريمة ناعم لازم نطحنه ناعم لأن عجنت التورتية لازم بديه ناعم الله يعطيك العافية الله يبارك لك يا أختي أرغبات لا يبقى أكثر تأيب لمقادير عزينة الكريب عايزة مقادير عجنت التورتية تاني؟ لا لا الكريب مش سامة الكريب نتسوي عجنت الكريب حاضر حالا دلوقتي اللي أنا عملك حاضر يا أختي الكريمة حاضر الله يسلمك أشكرك يا أختي عجنت الكريب اللي أنا بعملها دلوقتي قلنا كوبين من الدي نكتب وتطلع على الشاشة كمان لأختي الكريمة كوبين من الدي حبيتين من البيض كوب من الحليب نص كوب من الميا رشة سكر رشة ملح عصير برطوان نص كوب او عصير برطوانة يعني دي بنضفها في الاخر خالص زي ما انتم شفته كده انا عملت دلوقت ونبشر البرطوانة معلقة بشر البرطوان صغيرة كده نبشرها على الايه على العجينة اللي انا عملتها شايفين كده نشوف العجينة بتاعتنا عملت ايه وبنخلط الخالط ده وبنسيبها خمس دقايق شايفين ايه الله الله شايفين اهيت جاهزة بنسلى بنلعب في المطبخ اهوت موضوع بسيط خالص دي اللي انا الاكلات اللي ممكن الاطفال يخش يعملوها في المطبخ عندنا بسلوا مع بعض هنجيب لهم الطاصة ونوطنهم النار كده ويقفوا يسلوا جنبيا وانا بعمل اي بقى بعمل محشي بعمل اي اكلة تانية صعبة هم مش يعرفوا يساعدوني فيها ولكن اهوت دي سهلة خالص هيت بعلم الطفل يعمل حاجات ديت الطاصة عندي هيت عجينة جميلة وعلى فكرة العجينة دي قرف يعني ممكن نبصوا انا ما عملتش ايه بالتقريب كده طبعا الشيف ما دايما بحب يشتغل بمآدير بس انا طبعا بقولكم المآدير عشان انتم بتتعلموا فبتطلع جميلة كده ايه الواحد اللي ما بيعملها بحب دايما بقول للسادة المشاهدين وبكرر لما ادخل المطبخ اعمل حاجة اعملها بحب دخلت اعملها بحب هتطلع جميلة وطعمها خطير حتى لو نسيت احط عصير البرتقان اللي الشيف قال عليه هي هتطلع جميلة عشان بعمل الحاجة بحب لأسرتي لضيف الكريم لضيف العزيز فنعود ست البيت لما تخش المطبخ تعمل لزوجها او لأولادها او لأسرتها او لأريبها او لضيفها تعمل الحاجة بحب حب ان هي تخش المطبخ تعمل الحاجة دي نايما انا بكرس في الموضوع ده وبقول انا دلوقت عملت الدجاج زي ما شفنا مع بعض خلونا هنطلع فاصل صغير نكونوا بكملنا بقية الدجاج زي ما احنا شغالين كده وعملنا اننا تلاتين اربعين حبة كريب عشان يكفوا كل اطفالنا والجيران والحبيب ونشوف مع بعض عجينة الرافيولي هنعملها ازاي تابعوني بعد الفاصل ما تروحوش بعيد الاكل علمي ومعلمة وقصلت ناس بهمتك وعشان رضاك ومعزتك شيف المغازي في خدمتك صحيتك في اكلتك صحيتك في اكلتك وشف مغازي فرحيتك حلعتنا النهاردة اكلة جديدة ومعلومة صحية مفيدة كشر جاهز لللي ياكل وضافة السكر للطماطم ده بيبنع الحمودة من الطماطم هنشوف ازاي هنعمل بقينا الطشة بتاعة الملوخية الله لحمة المفرومة مع الطماطم واجبتو في كل مرة اش قادر اقاوم الراحة الجميلة دي بقى الطعمه كعبات بالشكل ده لطبق السلطة الخضراء بتاعنا وبعزين حاجة يا شيفتي فتح لنا النفس نعمل طبق السلطة بتنجاني المطبخ المصري المطبخ الطلياني المطبخ المكسيكي المطبخ السيني المطبخ المغربي المطبخ اللبناني المطبخ الخليجي حرسين في كل حلقة بنقدمها ان احنا نقدم مكانات اقتصادية في متناول الجميع يا رب نكون عند حصن ظنك طبعا احنا معملناش حاجة غريبة ولا حاجة عشان تعرفوا ان انا متابع معاكم اول باول خلصت كمية الدجاج هحطها في التلاجة الفكرة انا هحطها في التلاجة تتجمد شوية هاية وهنظف مطبخنا كده لازم نشتغل على نظيف علشان نعمل عجينة الرافيولي اللي انا عايزكم تتعلموها سهلة جدا علشان تقدروا تعملوها بسهولة طبعا انا حريص ان انتوا تعملوا كل حاجة في البيت مطبخنا ينظف كده اول باول اهوت مهم جدا نتعود على النظافة زي ما قلتلكم الاطفال على حسب ما بيتعودهم عودناهم على النظافة هيبقوا نضاف في مطبخنا هنعمل دلوقتي مع بعض عجينة النيوكت النيوكت من المطبخ الايطالي عبارة عن بطاطس مهروسة وبيض ودقيق تطلع الميادير على الشاشة للسادة المشاهدين بيض ودقيق و بطاطس مهروسة ميادير طلعت على الشاشة هيا كبير نشوف مع بعض كده دلوقتي هنعمل عجينة النيوكت بعمل شوية عجينة كرب كده شوية زيادة عشان تكفي العدد اهوت نوطي النار هنا شوية معانا الأختي إسراء من أسوان سلام عليكم وعليكم السلام اتفضلي يا أختي إزاك يا سيفة أحمد الحمد لله رب العالمين معاك الله يبارك فيك الله يبارك لك يا أختي ممكن مجاوب على السؤال اتفضلي معاك البسطيرة هي من المطبخ المغربي أه أصلها الجلاج أه ياسيف أحمد من المطبخ المغربي أه أه سيفة أحمد اتفضل معاك نعم ممكن تقولي طريقة عمل القرز بلبن اللي عملتوا مبارك أه هل مطرون أصلاً ما سهدت في البرنامج مبارك الرز بلبن حاضر يا سيفة أحمد في حاجة داني اتفضل أنا مدخل على النت عشان أتفرج الحلقات اللي فاتت واللي ما كنتش بتفرجها أه بيقولي الحلقات لم تحمل بعد أه ده بعم مع الكنترول سمعنا الكنترول أهوة ماذا هخش على موقع قناة الرحمة هتلاقي الحلقات كلها متحملة هي أختي الكريمة طيب دلوقتي أنا هعمل دلوقتي إيه شايفين مع بعض هعمل أن يكت بطاطا أهوة حطيت كوب من الدقيق ناخد كمان معلها عشان ده كوب زيادة شوية كوب تقريباً البطاطس المهروسة هنجيب شوية بطاطس مهروسين في طبقة كده وناخد بطاطس من اللي عندنا كده نهرسها كويس دي سليهانة هيت حلمي أشر البطاطس حلمي وبعد بكده في شوية مية بملح وسلقها علشان تستوي بسرعة معاه شايفين هارسها جامد هيت طبعاً البطاطس دي عندنا في البيت هلمزة في إيه السادة المشاهدين أنا عايز أقول لكم إن المطبخ ما رحش أشتري بقى حاجات والشيف جاب حاجات وحاجات غريبة وراح أدور في السوبر ماركت كل الحاجات دي موجودة الحمد لله عندنا في البيت بس كده نسمي بسم الله ونفتح التلاجة هلاقي فيها بطاطسية مسلوقة عندنا الدقيق الخير كتير هنعمل للأولاد أكلة جديدة هيت بالدقيق والبطاطس جميلة جداً هتعجبهم وهنعملها بالسوس الطماطم الجميل هيت هرست البطاطس كده كويس الأولة بص تشوف هنا عجلت الكريب بتاعتي الله باعت بالسل باعمل كده واحدة كده وأنا شغال شوف دي السلة كده وأهرس البطاطس كويس أضيفه للدي بعد ما أهرس البطاطس إيه بضيفه للدي كويس مقدير تطلع الشاشة طلعت كويس عندي بضاية وقلنا نعمل إيه يا شيف نكسر البيضة قبل ما نحطها على الحاجة نتأكد أن هي سليمة زي الفل الحمد لله نسمي بسم الله نضيفه على العجنة بتاعتني يبقى أنا ضفت إيه هنا كوب من الدي حباية من البطاطس كبيرة أو حبايتين صغيرين وبضاية هي شوية زعتر مش رشة ملح صغيرة وإذا أنا سلي البطاطس في ملح ما فيش داعي أن أنا أحط ملح خدت بالكم اللي حصل دلوقت أنا سلي البطاطس في ملح يبقى ما فيش أحط ملح ليه؟ عشان ما تبقاش الأكلة ملحة لأن الصوس الطماطم هيبقى في ملح والمية اللي أنا هسلق فيها الرافيول اللي بتغل على النار هنا هيت هزويتها شوية مية بالزيت كأنني بسلق مكارونا في مية بتغل على النار هيت هحطولها شوية زيت كأنني بسلق مكارونا عارفين بنصلي المكارونا إزاي؟ مية ملحة بزيت قاد المية وقاد شوية زيت وبتغل على النار كويس هبدأ أعجن الخليط اللي عندنا دا كده أعوت أقلب المقدار كده تأكد إن الخليط كده بيتفرول أفتيته كده مع الدقيق زي ما كون بعمل عجنة التارت بالزبط طبعا أنا هلبسله جوينتي دلوقتي وأشتغل فيه ولكن أنا بعمله بالمعلقة كده الأول أفتيته كده أهوت أهوت أبسس العجنة كده مع البيض والبطاطس شايفين الجمال دا؟ أهوت واجي نازل بها على الرخامة كده لشوف الشيف هيعمل إيه بعد كده خلي الحاجات دا كده على جنب عندي حليب هنا كده خلي هناخد شوية حليب كده إيه أشار العجنة تطلع معنا بسرعة أشوف عجنة الكريب كل دا باشتغل في وقت واحد أهوت أهوت هحط كده عجنة كريب في التاسة طبعا هنا بعمل كزا حاجة في وقت واحد لو فيه طبعا عندي البنوتة بتاعتي بتساعدني في المطبخ بتطلع بالسهولة شايفين العجنة الجميلة دي تهيت الله نعمل كمان واحدة طبعا مطلوبنا نعمل كمية عشان نكفي أطفالنا نوطي النار شوية هنا طيب نلبس هناك جوانتي بقى عشان نشوفها نتعامل مع عجنة الرافيول إزاي مهم جدا إن احنا نعرف هنتعامل إزاي هنا عاية عجنة الرافيول ديت جميلة جدا والطلائنة مشورون بيها وبيعملوها كده زي الأكلات السريعة طبعا بيعملوا العجنة دي وبيخلوها عندهم فاكرين العجنة بتاعة الخبز المكسيكي هتبنى اللمي في العجنة كده بغاية لما تطلع معايا بإيه دهيت دهيت زي الفل كده مش محتاجة أي حاجة خالص ولا حليب ولا أي حاجة كده هي جمدة زي الفل لأن البطاطس فيها سائل فمش محتاجة خالص إنها نضيف لها أي حاجة دهوت العجنة اللي كانت موجودة خلاص نقلع ده كده هنعمل ايه بعد كده شوية الديق دولة نخليهم هنا هنشوف هنعمل ايه بسكينة بسكينة شوية الديق كده هنفرتها كده دي مش هتوقع تتخمر ولا أي حاجة زي ما هي كده بالشكل الجميل ده كده شوية دي كمان على الوش طبعا المية بتغلى على النار اللي أنا هسله فيها الرافيولي ده أنا بعمل عجنة هنا شكل مستطيل طبعا حبايب الأطفال الحلوين عارفين يعني ايه المستطيل لهوت بسماكة نص سنتي يعني ايه نص سنتي الارتفاع بتاعها نص سنتي مش سنتي ايه مش مفرتها زي العيش لا شايفين ايه عجنة جميلة ازاي سهلة خالص عبارة عن دقيق وبطاطس وبيضاية احتاجت مني العجنة اضيف لها شوية حليب زي ما جبت الحليب جنبي كده اوكي مش محتاجة خلاص عارفين ليه ممكن تكون البطاطس مش شربة مية ومش مستوية جامد انما حلمي هنا مسويها جامد حلو قوي ففيها سائل مع البيضة كويس قوي ايه هعمل ايه بعد كده هجيب السكينة وقطعها كده كده حاجات سهلة خالصة هي اطفالنا ممكن يعملوها بقطع برضو بحجم سنتي يبا الشيف قالينا ايه ارتفاع نص سنتي التقطيع كل سنتي تقريبا بقول تقريبا عشان ما نجيبش مسترة ونعمل فيها بها هندسة ونرسم على الرخام اوكي اوكي اللي بعملو بابرمو كده بايدي اوكي بالشكل ده كده اوكي وضع بسيط خالص طبعا انا شغال وعيني التانية فين على التاسة بتاعة الكريب عرفتوا اللي انا عملت بادئة بعجنة الكريب لانه طبعا ده عايز كمية فأنا شغال في المطبخ والنار هادية خالص والطاسة جنبي وشغال شايفين اللي حاجات اللي أنا عملتها ديت نفس الموضوع كده برش شوية دي كده على الوش هوت والتقطيع برضو كده موضوع بسيط خالص رفيولة هوت المية بتغلى عندي بشوية زيت وشوية ملح الحاجة صغيرة جميلة هي بدل المقارونة ما دي رفيولة مكان المقارونة ومكان الرز هايت هنعملها بسلسة الطماطم والبستو شايفين الجمال ده ايه رأيكم عملت أنا رفيولة هوت بالله بقى في الكياس وفي الفريزر بيبعوه بقى غالي وسعره غالي كده زي صلسة البستو بيعملوش هكي أشكال مختلفة الشيف عملها في سوان يا هيت ما خديت شواتي مني وعملتها آخر حاجة يا هيت بجيبها في اللياه في السوبر ماركت معمولة كده معنا اتصال معنا الأخت وفاة من السعودية سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا اختك كريمة الحمد لله شكرا يا رايك بالرافيولة يا اختك كريمة خلفي الله يبارك لك بجيشكرك على الأكلات هذه اللي كلها طيبة الله يبارك لك يا أختي وأمسا سويت الكفتة اللي سويتها اللحمة مع الفتاطا جميلة طلعت بالمرة حلوة حلوة بالمرة الله يبارك لك يا أختي الله يبارك لك يئامنا الإجتار، الإجتارüyorنا which drug aquare naj Heavenly أيوة و أسألك kings Break, متى الأسبوع المصري إن شاء الله؟ الأسبوع المصري؟ أنت حضرتك عايزاقي إيمتى؟ حضرتك بتتكلمينها من السعودية بتتكلمينها من السعودية من السعودية، بس أنا أخذ بالأكل المصري صراحة طلبتك سئ الحمام المحشي بالثريق أيوة وهتمنى أني يكن جريبا تسويلنا طيب! بناء على رغبة الأخوة السعوديين هنعمل الأسبوع المصري إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله ديبونان على رغبة الإخوة السعودية وبنشجعكم وبنقول لكم أهلا بيكم في مصر وتتسروا بينا الله يبركلك يا أختي الله يبركلك إن شاء الله أن الله يبركهمكم وإن شاء الله آمين يا رب العالمين وإتمنى إن شاء الله أنك تتويننا الأكلات المصرية التي نحبها وخصوصا على رأس الأكل المصري الحمام المحشي الحمام المحشي حاضر أعملك والله الحمام المحشي بالفريق والحمام المحشي بالفح والحمام الرز المعام وأكلت عندنا بالسعودية بالرياض وحاولت أسوي بالبيت بس ما زبط معي بالمرة حاضر يا أختي الكريمة حاضر حاضر الله يبركلك الله يبركلك يا أختي الله يبركلك شايفين دلوقتي إن شاء الله الأسبوع الجاي إن شاء الله عشان رغبة السادة المشاهدين طبعا بيدخلوا على صفحة الشفل في سبوك والإيميلات والقناة كله عايز الأسبوع المصري فطبعا نحن نعمل كل المطابق خنعمل الأسبوع الجاي إن شاء الله أسبوع مصري مع أن إحنا معنا أسبوع الأكلات الصحية لسه عايزينها وأسبوع أكلات شهر العسل يبقى معنا إحنا فضلنا أسبوعين ما عملناهمش لسه على الشاشة أسبوع أكلات صحية للناس اللي عايزة رجيم هنعمل أسبوع وعندنا أسبوع كمان أكلات خاصة بشهر العسل فبناء على رغبة السادة المشاهدين هندخل بأسبوع مصري كده في النص وبعدين نبدأ في الأسبوعين التاليين شايفين الرافيول الجميل ده اوت الله انا دلوقتي ايه المطلوب مني ماكملتش انا بنلاقيه في موجود في السور ماركت معمول باشكال مختلفة معمول كده وبيتجمد انا فينا نعمله كده هنعمل ايه ونخزنه زي ما هو كده هنجيب صنية انا اعلمكم ازاي تخزنوه عشان مش معولة كل معمل رفيولي ياخد مننا الوقت ده كله هنجيب صنية زي ده كده ونعمل كمية نعمل خمسة ستة كيلو تبقى دي شغلتنا ونحطه في الصنية نفرده زي كده مسلا ونحطه في الفريزر يتجمد زي ما هو كده خلوا بالكم اه نحطه في الفريزر يتجمد زي ما هو كده وبعد ما يتجمد هنلاقيه زي مكعبات التالج نحطه في كياس ونقفلها ونشيله في الفريزر يبقى ما نغلطش ونلمه كده نحطه في الكيس ونحطه في الفريزر بعد ما نطلعها نلاقيه عجينة كتلة يبقى بقى ايه الشريف علمنا غلط خلوا بلكوا معايا انا عملت ايه اهوت هشيله في الفريزر زي ما هو كده يعني ايه مفروض كده كل واحدة لوحدة هحطه في الفريزر لغاية لما لقيت جمت زي مكعبات التالج حلو بعد كده بجيبه احطه في كياس واشيله في الديف فريزر يقعد معايا بقى ايه اسبوعين عشر تيام رايحة صيف معزوم برة هاخد معايا كسين تلاتة اعملوا من الاولاد سريعة كده في مياه مغلية هيكلوها وجبة فيها بيض وفيها دقيق وفيها كل حاجة مش محتاجة بقى اهيت معا شوية سوس طماطم معا سوس البستو سلسة البستو اللي انا عاملها نبقى عمالنا للاولاد طبقة رفيولة حلو معا سدري دجاجة كده انا قضيت اليوم بسهولة خالص وقدرت ان انا امارس حياتي اليومية شايفين اخليه في الفريزر وانا ما دلوقتي مش محتاج ان انا احطه في الفريزر هعمل فيه ايه دلوقتي المياه بتغلى على النار هحطه كده نشوفه مع بعض اهوت قبل ما نطلع فاصل اهوت المياه بتغلى على النار بشوية زيت ياريت الشاشة تجيبها زي ما يكون بسلق الماكارونة بالزبط طريقة تسلق الماكارونة هي نفس الطريقة هقلب دي كده عشان ما تحرقش ودي كمان لسه عايزة شوية عرفتوا كذا حاجة بعملها في وقت واحد المياه بتغلى على النار اهيت مع شوية زيت وشوية ملح هنزل بيك كده اهوت اهوت شايفين الجمال ده اهوت امتى نعرف ان هي استوت يا شيف الله اكيد عاديين بتسألوا نفسيكم دلوقتي وانتوا بتتفرجوا امتى نعرف الشيف حطها كده امتى تستوي الماكارونة بنحاسس اللي بقى تستوت لما نلاقي الرافيولي ده طلع على وشه المي معناته ان استوى طبعا هنعمل دول على مرتين ماينفعش نعملهم كلهم علشان ندي فرصة للرافيولي يطلع على الوش عرفتوا امتى يطلع استوى لما نلاقي الرافيولي ده استوى طلع على الوش كده قبعا الوش عام يبقى معناته ان استوى مية بتغلى على النار مع ملح وشوية زيت لما نلاقي الرافيولي طلعت كده نبدأ نستاده بالايه بالمغرفة هنستاد دلوقتي اول ما يطلع على الوش ناخدها كده ونكونوا مجاهزين صالصة الطماطم الجميلة اللي هي عبارة عن بصلايا نعمة فص توم ناعم وطماطم معصورة وصالصة الطماطم ونحط رشة سكر ليه عرفين ليه علشان الحمودة بتاعت الطماطم الشيف علمنا نحط رشة سكر لسوس الطماطم علشان الحمودة هنأكل زي ما احنا عايزين ما يجناش حمودة هنا بعد الاكل وندعي على الشيف احمد عايزكم تدعولي مشتدوا علي نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف مع بعض الرافيولي بالطماطم ونشوف صدور الدجاج اللي عملناها مقرمشة ونشوف الكريب بالشوكولاتة والفراولة ما تروحوش بعيد الله عليك على طشتك من كل دولة وقبتك والطل حلوة طلتك والطعم كله كله في أكلتك صحيتك في أكلتك والشف ممازي فرحيتك علايتنا النهاردة أكلة جديدة ومعلومة صحية مفيدة كشر جاهز لللي يأكل وضافة السكر للطماطم ده ليبنى على الموضة من الطماطم هنشوف ازاي هنعمل بقنا الطشة بتاعة الملوخية الله لحمة المفرومة مع الطماطم وكبيتو في كل مرة مش قادرة قاوم الراحة الجميلة جديدة طاقة طعم وكعبات بالشكل ده لطبع الصلطة الخضراء بتاعنا وبعزين حاجة يا شيف تفتح لنا النفس لأعمل طبع الصلطة بتنجاة عزتك شيف المغازي أهلا وسهلا بالسيدة المشاهدين أنا معملتش حاجة غريبة برقية باشا إيه اللي عندنا؟ عندنا الرافيولي على النارة هوت وإحنا قلنا إيه؟ الشيف قال لنا اللي بيطلع على الوش بنصطاده أهوت ده معناته استوى ياريت الشاشة تجيب الحاجة الجميلة ديت آه سمعوني بقى يا جماله أهوت شايفين الرافيولي اللي أنا عملته؟ اللي استوى طلع على النار معناته كده برضو المعلومة للسادة المشاهدين معناته إن المقادير بتاعة الرافيولي مزبوطة لأن هي لو مكتومة العجينة ومش معمولة مزبوطة هللاها نزلة تحت معناته إن هي تقيلة زي البيضة كده تقيلة مطلعيتش على وش المي شايفين المية لازم تكون بتغلي معاها شوية ملح شوية زيت والعجينة عندي أنا هنا زي ما عملتها مع بعض أهيت أهيت اللي يطلع على النار على الوش بمعناته استوى إيه اللي بيغلع على النار هي نصص الطماطم اللي أنا عملته الجميل ده عبارة عن شوية طماطم مبشورين مع معلاية صلص الطماطم شوية زعتر فص ستوم بصلايا نعمة طماطم أهيت جميلة أوي الله شايف من ريحة الجميلة ديت وقلنا رشة سكر علشان الحمودة الطماطم طبعا عايز أقول لكم على الحاجة جميلة عندي صلصة البستو ما حرم تقومش منها دي مهمة جدا طلعتها من التلاجة هيت طبعا نشايلها ببرطمان وفي الفريزر أطلعها وقت اللزوم خدت معلقة منها هضيفها لقصوص الطماطم أهيت الله الله هو ده بقى إيه الموضوع هيدي تست حلو طبعا للطبق بتاعي اللي هو الرافيول أقلب كده صلصة البستو مع الطماطم شايفين الموضوع يختلف تماما ريحان أغدر مع سنوبر أو لوز مع توم الموضوع يختلف وشوية زيت زيتون فطبعا التست جامت هنا وجميل نخلي بالكم دي دايما نشيلها في التلاجة وفرصة لجيب الدجاج اللي احنا شايلينه هنا الله أنا عندي الدجاج هنا هو جاهز وعندي الزيت على النار هشوف النار عالية كده بعليها على آخر طبعا هحمر الدجاج في الزيت عندي هنا وعندي العجينة الكراب اللي أنا عملتها دلوقتي عملها بالشوكولاتة وخلونا نرفع الرافيولي كده الوش الأولاني ده كده الله 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 ننزل في سوس الطماطم أهوت الله شوفوا طبق خطير عملت مقرنا للأولاد وأنا في البيت أهوت وطبعا طلعنا من روتين البطاطس بطاطس غنية بالنشويات بتاعتها هكلتهم بطاطس بطريقة تانية خالص أهوت بقيت المقادير عندي هايت بنزل بها كده هايت في الميا مغلية هايت بنزل بها شايفين الخلطة اللي أنا تابلتي بها دجاج الكنترول السيد المخرج عايز مني مقادير العجينة بتاعت الخلطة اللي أنا تابلتي بها الدجاج عايزين نقول خلطة الدجاج ايه هي معلاء معلاتين من الكريمة اللباني توم بيض معلاتين دي ايه ويريد تطلع على الشاشة ما هي معاك يا أستاذ الفاضل نطلع بمقادير التدبيلة أو مقادير الدجاج المارمش نطلع بيها على الشاشة شايفين سوس الطماطم الرافيو اللي بيزبح فيه نشوف دول لغاية لما يطلع على الوش نرجع للدجاج بتاعنا نحمر الله الله شايفين كويس قوي هاي دي الدجاج هنا بيحمر بسم الله الرحمن الرحيم لازم بسم الله الرحمن الرحيم المقادير موجودة على الشاشة للسادة المشاهدين نقول مع بعض بيضة ومعلتين دي ويه كمان يشيف وشوية كريمة لباني وزعتر وتوم ولمون وفلفل كده الدجاج لازم كله ينزل مع بعضه كده وعايزين عجلة الكريب كمان تطلع عبارة عن كوبين من الدقيق لكل كوب خلينا إذا إحنا عايزين نعمل كوب لكل كوب معلقة من الدقيق بيضاية ونصر كوب حليب وعصير برطوان وبشر البرطوان ويه كمان يشيف ورشة سكر ورشة ملح كده أنا هحمر الدجاج بالشكل ده كده اهوت سيبه في النار يستوي خلص ده كده أجهز هنا مناديل أطلع عليها الدجاج بتاعي مناديل قلت ما قلتش ورق جرائد قديم قلني إيه مناديل ما نجيبش الجرائد القديمة اللي قررها من بالليل ونحط عليها الدجاج ولا البطاطس لا ما ينفعش طبعا ده الطبع اللي أغرب فيه الفراغ بتاعتنا وهطلع هنا الدجاج بعد ما يطلع من النار على المناديل ديت علشان الزيت ننزل منه عندي عجينة الكريب اللي أنا عملتها يهيت بجيب عندي سوس شوكولاتة سوس فراولة نعمل كده كده واحدة قدام بعض ديت الحشوة هنا حسب رغبتنا إحنا موضوع بسيط خالص هاوة ورصها كده في الطبع سوس الفراولة ده موجود في السوبر ماركت عايزة جيب فراولة طازة أطبخها وأقدمها فراولة بحلو سهل خالص أتفضلنا يتعلموه عندي الشوكولاتة دي بتتفتح إزاي الشوكولاتة وفراولة زي ما إحنا عايزين أعلب ديت كده علشان دي مقفولة نفتحها طبعاً لقفلها كويس علشان الشوكولاتة بتنزلش بتنزل بالطلب الله الشوكولاتة اللونها خطير حالوة هاوة كده اللي عايز شوكولاتة هياخد واللي عايز فراولة هياخد فين نستبدل الشوكولاتة ديت بموز بتفاح حسب رغبتنا زي ما إحنا عايزين الموضوع سهل خالص هاوة كويس يبا إحنا عملنا حلو خالص سهل هاوة لأولادنا شايفين الجمال حاجة بالشوكولاتة وبالفراولة عندي الرافيولي هن اللي طلع على وش المياه استوى خلاص كده ما بياخدش وقت كتير هاوة بزي المكرونة بتاخد سوى كتير ولكن أنا بنزلها في سوس الطماطم تكمل سوى شايفين سوس الطماطم جاهز هنا عندي دفتوله صلصة البستو الله شايفين الجمال الله شايفين الطماطم مع الرافيولي بجيب طبع الغرف جاهزة كده الأكلة الجميلة اللي عندي ديت بقدمها هنا في الطبع هنا لأطفالنا ياخدوا طبعا الله شايفين ده الرافيولي بالطماطم أكلة جميلة فينا بقى نضيف إيه بقى نضيف مع العجنة اللي أنا عملتها دي كده شوية لحمة مفرومين عندي لحمة مفرومة تتغيير بقى أنا بقى لكم على إدفات دايما نقول لي ست البيت ما تعملش زي الشيف ما بيعمل أنا مش عايزكم تعمله زي أنا بيعمل بزف لازم تضيفي إنت حاجة تضيفي بصمتك لمستك نفسك آهوت ممكن نضيف شوية كريمة لباني على صلصة الطماطم شايفين الجمال ده كويس بقى عندي الفراغ اللي بتتشوي قصد اللي بتتقلي ده الرافيولي عندي الفراغ خلاص جاهزة هي هشوفها وصلت لي فين الله استوت بطلحها كده طبعا عندي مناديل وعندي الله شايفين الارماشة بتاعتها والتحميصة دي اللي استوى طبعا بطلعه السوة بتاعتنا بتستيوى على طول الفراغ لانا انا عملها رفيعة اللي بيستيوى بطلعه طبعا عشان وقت البرنامج بتاعنا حارسين على ان احنا نعمل كل حاجة بسرعة وفي نفس الوقت نعملها بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده بقى تلاتة هنا هخلوهم يستيووا كده طول المحطوطين الاخر بغرف الدجاج بتاعي الجرنشة زي ما احنا عايزين عد بأدونس او اقدم معا بطاطس بوريه فينا نقدم بطاطس بوريه معاها او نقدم صلصة الترطار او التومية او الكاتشاب المستردة اولادنا بيحبوا ايه احنا هنقدموا معا الدجاج المقرمش اللي احنا عملنا ده برقائق الدرة شايفين اللون الاصفر الجميل دي وجبة كمان حلوة اوي لأطفالنا شايفين اهيت بسم الله ما شاء الله لازم نسمي بسم الله شايفين الجمال عندي شوية بأدونس حلوين كده على الوش علشان يدي شكل جميل هنا كده ايه رايكم شايفين الجمال ده سمعوني يا جمال حلقتنا النهاردة زي ما شفناها مع بعض واجبتنا واجبة خاصة للاطفال عملنا الدجاج المقرمش برقائق الدرة وعملنا الرافيولي بصرصة الطماطم وصرصة البستو وعملنا الحلو السهل ده اللي هنخلى أطفالنا هم اللي يعملوه في المطبخ مش هنشأ نعمل لهم بس العجينة واول ما يشوفونا هنعمل العجينة هم يعملوها كمان وعملناها بالفراولة وبالشوكولاتة وفينا نعملها بالموز او بالتفاح تابعوني دايما على قناة الرحمة الفضائية هنشوف أكلات شهية وأكلات لأطفالنا الحلوين معانا لسه يومين هنعمل لهم اللي بيحبوه علشان يذكرهم وينجحوا إن شاء الله معكم الشيف أحمد المرازي صحيتك في أكلتك وشي مرازي فرحي